السلام عليكم حصة اللغة العربية للصف الخامس با درسنا اليوم عن مدرسة الصلط الثانوية أولا سنستعرض مجموعة صور عن مدرسة الصلط هذه هي مدرسة الصلط ميدة من الخارج وهنا باب أو مدخل المدرسة وانظر ماذا كتب عليه مدرسة الصلط الثانوية للبنين أي هي مدرسة فقط للذكور تأسست عام 1923 وهنا المدرسة من الداخل وهنا في ساحة المدرسة يجري احتفالا إذن هذه هي مدرسة الصلط الآن سنبدأ بقراءة الدرس وسنتعرف لماذا اختار الكتاب هذه المدرسة دون عن غيرها افتحي كتابك عزيزة الطالبة مدرسة الصلط الثانوية تعد مدرسة الصلط الثانوية معلما تربويا وعلميا وحضاريا فقد كانت المدرسة الثانوية الوحيدة في الأردن طوال عهد الإمارة عام 1925 إلى عام 1946 ميلادي وتخرج فيها عشرات الطلبة من أرجاء الوطن كله وكان لهم الفضل في بناء الأردن الحديث في مختلف المجالات السياسية والإدارية والقضائية والفكرية والأدبية بدأ ببناء المدرسة على التل المطل على وادي الصلط بمساحة 30 دنما وشارك المواطنون في بنائها وجمعت التبرعات منهم ومن الأثرياء ووصل الملك عبدالله الأول ابن الحسين حين كان أميرا إلى الموقع فوضع حجر الأساس في احتفال حاشد في المدرسة ملاعب وقسم داخلي لمبيت الطلاب الذين كانوا يأتون إلى المدرسة من الأقطار المجاورة وفيها أول مكتبة مدرسية في تاريخ الأردن وأول مرصد جوي وحضيت مدرسة الصلط كذلك برعاية جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه وقد زارها أكثر من مرة وأشاد بدورها التربوي الكبير في رفض الأردن برجال الفكر والسياسة وما زالت تحظى برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه أخذ هذا النص من كتاب تاريخ الصلط والبلقاء ودورهما في بناء الأردن الحديث إذن اسم هذا الكتاب الذي أخذت منه هذا النص تاريخ الصلط والبلقاء ودورهما في بناء الأردن الحديث الكاتب محمد علي الصواركي الكردي الكاتب محمد علي الصواركي الكردي إذن هنا اسم الكتاب وهنا اسم الكاتب واضح خامس الآن سنأتي إلى شرح فقرة فقرة في الفقرة الأولى يتحدث النص عن كون هذه المدرسة بأنها معلما تربويا وعلميا وحضاريا أولا ما معنى كلمة معلم؟ معلم أي بناء مشهور فإذن المدرسة هي بناء مشهور بأنها بناء علمي وحضاري لماذا تعد نتبقى إلى السؤال لماذا تعد هذه المدرسة معلما تربويا وعلميا وحضاريا؟ انظري الجواب فقد كانت المدرسة الثانوية الوحيدة في الأردن إذن هي مدرسة كتير مهمة لنهي المدرسة الثانوية الوحيدة في الأردن كانت متى في عهد الإمارة؟ سنة 1925 إلى سنة 1946 واضح؟ واضح؟ إذن كانت المدرسة في ذلك الوقت جدا مهمة لأنها المدرسة الثانوية الوحيدة بحكينا أيضا عن هذه المدرسة تخرج فيها عشرات الطلبة من أرجاء الوطن كله هل هي كانت المدرسة الثانوية الوحيدة في الصلط فكان جميع الأبناء في جميع المحافظات اللي بدوا يتعلم المرحلة الثانوية يجعلها الصلط فهي خرجت عشرات الطلبة من هذه المدرسة أيضا الطلبة الذين تخرجوا من هذه المدرسة كان لهم دور فاعل في بناء الأردن كان لهم دور في بناء الأردن في المجالات السياسية والإدارية والقضائية والفكرية والأدبية إذن كانت هذه المدرسة مدرسة علمية وتربوية وحضارية وهي مدرسة عظيمة فقد خرجت العشرات من الطلبة من جميع أرجاء أي أنحاء أرجاء أي أنحاء الوطن كامل وكان أبناء هذه المدرسة فاعلين جدا في الوطن إذن نأتي إلى أهم المعاني والأفكار التي وردت في هذه الفقرة معلما قلنا بناء مشهور أرجاء أي أنحاء الفضل أي الإحسان كان لهم الفضل في بناء الأردن أي لهم الإحسان والفضل في بناء الأردن أهم الأفكار التي وردت في الفقرة الأولى أنه توعد مدرسة الصلط معلما تربويا وعلميا وحضاريا لأنها المدرسة الثانوية الوحيدة في الأردن طوال عهد الإمارة أيضا الفكرة الثانية التي وردت في هذه الفقرة أنها تخرج منها عشرات الطلبة من مختلف أرجاء الوطن الفكرة الثالثة الطلبة الذين تخرجوا من هذه المدرسة كان لهم دور عظيم في بناء الأردن في جميع مجالاته إذن ثلاثة أفكار وردت في هذه الفقرة وهي أنه توعد مدرسة الصلط معلما تربويا وعلميا وحضاريا لأنها هي المدرسة الثانوية الوحيدة في الأردن أيضا تخرج منها عشرات طلبة من مختلف أرجاء الوطن وأخيرا الطلبة الذين تخرجوا من هذه المدرسة كان لهم دور عظيم في بناء الأردن في جميع مجالاته الفقرة الثانية بدأ ببناء المدرسة على التل المطل على وادي الصلط إذن توجد هذه المدرسة على التل المطل المطل أي المشرف على وادي الصلط بمساحة ثلاثين دونما هلأ بس بنوا لهاي المدرسة وين بنوها؟ على التل المشرف على وادي الصلط إذن المدرسة موجودة على تل وهذا التل بطل أو بشرف على وادي الصلط ومساحة هذه المدرسة ثلاثين دونما إذن ما مساحة هذه المدرسة؟ ثلاثين دونما والآن تبدأ أو يبدأ النص بالحديث عن الذين شاركوا في هذه المدرسة في بناء هذه المدرسة من الذين شاركوا في بناء هذه المدرسة؟ المواطنون من ابن المدرسة؟ المواطنون من كمان؟ أو كيف بنوها؟ جمعوا تبرعات من المواطنين ومن الأثرياء؟ إذن كان في تعاون في بناء هذه المدرسة أولا جمعوا التبرعات من المواطنين الموجودين في الصلط جمعوا أيضا من الأثرياء الموجودين وبدأ المواطنون في بناء هذه المدرسة كمان من عندنا شارك في بناء هذه المدرسة؟ الملك عبد الله الأول ابن الحسين كان في هذه الفترة كان أمير بس وصل إلى منطقة الصلط هو الذي وضع حجر الأساس في هذه المدرسة في احتفال حاشد أي في احتفال كثير يعني كان في ناس كثير موجود بهذا الاحتفال إذن الذين قاموا ببناء هذه المدرسة خلالي نعتبر المواطنون الموجودون في هذه المدينة ومن خلال التبرعات التي جمعت منهم ومن الأثرياء والملك عبد الله الأول الذي وضع الحجر الأساس إذن المعاني التي وردت في هذه الفقرة المطل أي المشرف احتفال حاشد أي احتفال كثير أهم الأفكار التي وردت في هذه الفقرة تتحدث الفقرة عن الموقع أي المكان لمدرسة الصلط وعن الذين ساهموا في بناء هذه المدرسة إذن تتحدث الفقرة عن موقع مدرسة الصلط وعن الذين ساهموا في بناء هذه المدرسة الفكرة الثانية يبدأ هنا الحديث عن دور الهاشميين في دعم المدرسة الآن عبدالله الأول ابن الحسين ما هو حاشمي حاشمي يعني سلال الهاشمي لهم الملك وأبناء وأحباد وهيك هادول فإذا أول حديثنا عن الملك عبدالله الأول ابن الحسين والذي وضع حزر الأساس في هذه المدرسة الفقرة الثالثة في المدرسة ملاعب وقسم داخلي لمبيت الطلبة إذن هنا بدأنا بالحديث عن أقسام المدرسة ماذا يوجد في المدرسة؟ أولا ملاعب ثانيا قسم داخلي لمبيت الطلبة الذين كانوا يأتون إلى المدرسة من الأقطار المجاورة في البداية تكلمنا بأن مدرسة السلط الثانوية هي المدرسة الوحيدة في الأردن طب إذا كان مثلا عندنا طالب من العقبة أو مثلا طالب من جرش يضلوا كل يوم رايح ويجاي على السلط يكون صعب وتأخذ زمان ما كان في مواصلات في هالسهول اللي إحنا متوفر عنا شو كانوا يعملوا؟ كانوا يأخذوا أو يشتركوا مثلا في قسم الداخلي للمبيت قسم الداخلي للمبيت الطلاب يعني كان في هناك لهم قسم للنوم للطلاب اللي كانوا بيأتوا من مسافات بعيدة بدل ما يروحوا ويجوا كل يوم على المدرسة لا خلص يضلهم جوا المدرسة يناموا فيها ويصحوا مثلا تاني يوم على صفوفهم يروحهم فإذا المدرسة كانت توفر فيها ملاعب وقسم للمبيت الطالبة أي لنوم الطلبة وفيها أول مكتبة مدرسية في تاريخ الأردن هي أول مدرسة وهي أول مكتبة مدرسية فيها أول مكتبة مدرسية وأول مرصد جوي ماذا نعني مرصد؟ مرصد لهو موضع تعين فيه حركات الكواكب هو مكان بنعين فيه حركة الكواكب إذن المدرسة يوجد فيها ملاعب وقسم داخل مبيت الطلبة وأول مكتبة مدرسية وأول مرصد جوي نأتي الآن إلى معاني الكلمات مبيت الطلاب أي نوم الطلاب مرصد موضع تعين فيه حركات الكواكب أهم الأفكار التي وردت في هذه الفقرة تتحدث عن أقسام المدرسة وهي الملاعب مبيت الطلبة أول مكتبة مدرسية في تاريخ الأردن إذن لو سئلت أين توجد أول مكتبة مدرسية في مدرسة الصلط وأول مرصد جوي نأتي الآن إلى الفقرة الرابعة حضيت أي نالت نالت مكانة حضيت مدرسة الصلط كذلك برعاية جلالة الملك الحسين طيب الله ثرع إذن أول إشي نالت مدرسة رعاية واهتمام جلالة الملك الحسين طيب الله ثرع ثرع أي ترابه ثرع أي ترابه فقد زارها أكثر من مرة إذن الملك الحسين كان يزور المدرسة باستمرار لماذا؟ لكي يرعاها ويهتم بها انظروا ماذا أيضا أشادة بدورها التربوي الكبير أشادة أي أثنى عليها ومدحها كان يسني ويمضح هذه المدرسة بدورها التربوي في رفض الأردني برجال الفكري والسياسة رفض الأردن أي دعم الأردن أن هذه المدرسة هي اللي كانت تدعم الأردن برجال أصحاب فكر والسياسة إذن المدرسة كانت تدعم الأردن برجال الفكر والسياسة وما زالت إلى الآن تحظى برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله يعني المدرسة حظيت في عناية الهاشميين ثلاث مراحل المرحل الأولى الملك عبد الله الأول ابن الحسين والمرحل الثانية الملك الحسين طيب الله ثرا والمرحل الثالثة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله إذن نأتي إلى المعاني التي وردت في هذه الفقرة حظيت أي نالت ثراه ترابة أشاد بيع أي أثنى عليهم دحه رفض أي دعم عهد زمن أهم الأفكار التي وردت في الفقرة الرابعة رعاية الهاشميين لمدرسة الصلط فقد حظيت قديما باهتمام الملك حسين وفي الحاضر تحظى برعاية الملك عبد الله الثاني إذن سبب حديثنا اليوم عن مدرسة الصلط بأنها أو لأنها المدرسة الوحيدة الثانوية كانت في الأردن هي أول مدرسة ثانوية في الأردن وهي مدرسة ذات معلم تربة وعلمة وحضاري خرجت عشرات الطلبة من أرجاء الوطن وكان لأبناء هذه المدرسة الخريجين الفضل في بناء الأردن في جميع المجالات السياسية والإدارية والقضائية والفكرية والأدبية بنيت هذه المدرسة على التل المطل على وادي الصلط بمساحة ثلاثين دنم الذين شاركوا في بناءها المواطنون وجمع تبرعات منه ومن الأثرياء لكي يستطيعوا بناء هذه المدرسة والذي وضع حجر الأساس هو الملك عبد الله الأول ابن الحسين وتحدثنا أيضا عن أقسام هذه المدرسة وقلنا يوجد في المدرسة ملاعب وقسم داخل المبيت الطلبة الذين كانوا يأتون من مسافات بعيدة وفيها أول مكتبة مدرسية في تاريخ الأردن وفيها أول مرصد جوي وأيضا تحدثنا عن دور هاشميين في دعم هذه المدرسة وقد حظيت بعناية جلالة الملك حسين طيب الله ثرعه فقد أشاد بدورها التربوي الكبير في دعم الأردن برجال الفكر والسياسة وأيضا ما زالت حتى الآن تحظى برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن حسين حفظه الله ورعاه